تصدر اسم المستشار مرتضى منصور قائمة الاكثر تداولا على تويتر تصدر اسم المستشار مرتضى منصور قائمة الاكثر تداولا على تويتر عقب قبول الطعن بحل مجلس الزمالك وعودته للنادي حيث قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك وكانت الدعوة طالبت بإلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة والذي تضمن في مدته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك حيث قررت وزارة الشباب والرياضة من قبل وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك وأيضا المدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة الشؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة نال هذا القرار ترحيب البعض على السوشيال ميديا لكنه لاقى سخرية كبيرة من البعض الآخر بسبب تخوفهم من رجوع مرتضى منصور مرة أخرى لنادي الزمالك وهذه بعض ردود أفعال البعض على هذا القرار حساب رامي عماد يقول الحمد لله لقد عاد الحق لأصحابه وأيضا علق أحمد مرتضى على عودة والده قائلا مبروك نادي الزمالك مبروك مرتضى منصور شكرا لقضاء مصر العادل وأيضا حساب سمعة وهو أحد مشجعين الزمالك يقول مبروك للنادي الأهلي عودة مرتضى منصور أكبر صفقاته على مر التاريخ وهارد لك نادي الزمالك بداية عودة النكبات مرة أخرى وابقوا قابلوني لو شمينا ريحة بطولة تاني وحساب ابن صالح سليم هكذا سمى نفسه يقول آه حكم نهائي ويجوز الطعن عليه من وزير الرياضة لوقف الحكم لكن أنا عن نفسي فرحان لأن الرجوع أكبر صفقة للأهلي أما بالنسبة لمرتضى منصور فقد شكر القضاء المصري فور إصدار الحكم مؤكدا أن العدل أساس الملك وأن هذا الحكم مسام على صدره أما وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي فقد أكد احترامه لقرار القضاء موضحا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي دون دراسة الموقف القانوني وذلك لتحقيق مصلحة الزمالك شاركنا برأيك هل عودت مرتضى منصور في مصلحة نادي الزمالك أم لا نشكركم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد